تلقى حضرة صاحب الجلال الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعى برقية تهنئة من سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية وذلك بمناسبة نجاح إطلاق أول قمر صناعي بحريني مشترك مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة يحمل اسم ضوء واحد ووصوله إلى محطة الفضاء الدولية عبر فيها سموه عن خالص تهنيه لجلالة الملك المفدى رعاه الله بهذا الإنجاز التاريخي غير المسبوق الذي سجلته مملكة البحرين في عالم الفضاء مشيدا سموه بالتعاون الكبير بين الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء في مملكة البحرين ووكالة الإمارات للفضاء والذي جسد الأواصر التاريخية والعلاقات الوطيدة التي تجمع مملكة البحرين بشقيقتها دولة الإمارات العربية المتحدة مؤكدا سموه أن هذا الإنجاز يضاف لسلسلة المنجزات الحضارية التي حققتها البحرين في ظل العهد الزاهر لجلالة الملك المفدى أيده الله منوها سموه بدعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب جلالة الملك ولي العهد حفظه الله وبالجهود المتميزة من سمو اللواء الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي الأمين العام لمجلس الدفاع لتحقيق هذا الإنجاز الباهر سائلا سموه المولى جلت قدرته أن يحفظ جلالة الملك المفدى ويديم عليه مؤفور الصحة والعافية والسعادة والعمر المديد وأن يديم على مملكة البحرين نعمة الأمن والأمان والرخاء والإزدهار في ظل قيادة جلالة حفظه الله ورعاه شكرا